من عمر ست سنين بقى فأكثر يعني من ست سنين لغاية عمرنا دلوقتي وبعد كده بنقيس الوزن ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها body mass index او مؤشر كتلة الجسم وده عبارة عن ايه؟ عبارة عن وزن الطفل وزنه بقى الحالي دلوقتي يعني احنا وزننا الطفل اوه خلاص؟ او الكبير وقف على الميزان خلاص؟ طفل كبير او شخص كبير يعني بنحط بقى المعادلة عبارة عن ايه؟ الوزن على الطول تربيع او مربع الطول بالمتر يعني حد مثلا وزنه هناخد مثلا حد كبير يعني حد وزنه مثلا 80 كيلو خلاص؟ وطوله مثلا 170 سانتي يبقى بنحط 80 بنقسم 80 على 1.7 من 10 ف1.7 من 10 بتطلع لنا نتيجة خلاص؟ اذا النتيجة دي كانت ما بين رقم 19 ورقم 24 يبقى هذا الوزن طبيعي ما نخافش خلاص ده وزن كويس اوه من 19 ل24 19 حلوة جدا و24 حلوة جدا واكيد ما بينهما حلوة جدا حلوة كلام؟ طيب اذا طلعت النتيجة من 25 الى 29 بيكون في زيادة في الوزن نتيجة ايه؟ خليكم ركزين الوزن على مربع الطول بالمتر خلاص؟ اذا طلعت النتيجة ما بين 25 و29 يبقى ده في زيادة في الوزن احنا بنقول عليها طبية نقول ايه؟ overweight يعني وزن زائد هتقولولي اه يعني وزن زائد ما يعني عنده زياد لا ما هو الوزن الزائد ده متقسم برضو درجات اول درجة فيه حاجة اسمها overweight يعني ان واحد عند وزن زائد اذا النتيجة طلعت نتيجة ان احنا نقسم الوزن على مربع طول بالمتر اذا النتيجة طلعت من 30 ل39 بنكون في حالة مرضية اسمها ايه؟ سمنة يبقى الوزن الزائد اقل خف اقل حدة الدرجة اللي بعدها في الخطورة اسمها سمنة دي من 30 ل39 طيب اذا النتيجة طلعت فوق التسعة وتلاتين بتكون حاجة اسمها سمنة مفرطة او مربد obesity زيادة الوزن والسمنة والسمنة المفرطة كل ده خطر يبقى زيادة الوزن خطر زيها بالزبط زي ايه؟ زي نقص الوزن طيب نيجي بقى نتكلم على الاطفال المعادلة دي على فكرة تنفع من فوق من 6 سنين فاكسر خلاص اكسر دي يعني الطفل ومامته الطفل وبابا يعني ممكن انتوا تعملوا نفس المعادلة اعملوا المعادلة دي دلوقتي كده قوموا توزنوا كده بعد الحلقة لو عندكم ميزان في البيت وهاتوا الالة الحزبة ولا الكالكيليتر وحطوا بقى الوزن على مربع الطول بالمتر وشوفوا هتطلعوا فقاني فئة من الحاجات تمام؟ طيب ترجمة نانسي قنقر